بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين حياكم الله مشاهدين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم الإمامة في نهج البلاغة وضيفي في هذه الحلقة الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي سلام عليكم أستاذنا العزيزي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا حياكم الله وفي هذه الأجواء الإيمانية والروحانية ونحن جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام بدءا جناب الشيخ نسمع كثيرا عن أمير المؤمنين عليه السلام يكن علي بن أبي طالب بأمير المؤمنين ما معنى هذه الكلمة لو تفضل اللهم صلي على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته لقب الإمام صلوات الله عليه بهذا اللقب بأمير المؤمنين أصل الكلمة من مارة مارة يعني جلبة بالتالي الإمام صلوات الله عليه يكون زاد علم المؤمنين يعني يجلب الخير للمؤمنين يجلب العطاء للمؤمنين يجلب الفكر للمؤمنين ولذلك لقب الإمام صلوات الله عليه بأمير المؤمنين نعم أحسنتم كما نرى في القرآن الكريم يذكر قصة النبي يوسف وإخوته بقولهم ونمير أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كي لا بعير نعم أحسنتم كثيرا جناب الأستاذ نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ ولادته في جوف الكعبة وحين خروجه أول حجر تلقاه هو حجر النبي صلى الله عليه وآله وكما تعلمون من بعد حجر أمه طبعا تكلم لنا هل تكلم الإمام سلام الله عليه عن صغره في نهج البلاغة نعم الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة في أواخر الخطبة القاصعة نعم يتكلم الإمام بأبي وأمي عن صغره مثلا يقول أنا في الصغر قد وضعت بكلاك للعرب إلى أن يقول بأبي وأمي ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة يبين قرب من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منذ صغره بالقرابة القريبة القرابة القريبة القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام نايا المقصود أهل البيت عليهم السلام والإمام صلى الله عليه هو والد الأئمة الطاهري والمنزلة الخصيصة التي كانت منذ نعومة أفاره عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كذلك يذكرها في نهج البلاغة قائلاً والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويكنفني يعني يمنوي بالفراش ويمسني جسده ويشمني عرفه عرفه يعني ريحه مؤخرة أنفه وأضاف لأحد العلماء قال لها على الصدر في شحول العرف فالإمام صلى الله عليه صغري ذكر في نهج البلاغة مبيناً كيف كان مع النبي صلى الله عليه وآله وهو في صغره يعني نفهم من هذا الكلام أنه سلام الله عليه كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وآله منذ صغره ومنذ صباه وبالإضافة إلى المشهور أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وآله كاتباع الفصيل لأمه نفهم من هذا الكلام أنه اشتد عودة سلام الله عليه في حجر النبي صلى الله عليه وآله أحسنت أستاذ مسلم الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة كان يقول ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما وأنا ثالثهما ماكو غير إحنا مجموعين ببيت واحدة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام وخديجة صلى الله عليه وكذلك الإمام بأبي وأمي يقول في نهج البلاغة ولقد سمعت رنة الشيطان لما نزل عليه الوحي فقلت يا رسول الله ما هابي الرنة قال يا علي هذا الشيطان أيس من عبادتي يا علي إنك تسمع ما أسمع يعني نرى من هذا القرب أنه أمير المؤين سلام الله عليه من شدة قربه للنبي كان يسمع صوت الوحي نعم حتى أنه سمع صوت الشيطان لما نزل الوحي باعتباره هو هذه المنزلة القريبة انطت هاي الميزة لخلتها يسمع صوت الوحي ويسمع صوت الشيطان نعم أحسنتم وهو كذلك الإمام صلى الله عليه مبينا يقول تأوه الشيطان لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله قال آني بعد ما أقدر أغوي البشرية نعم جو محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أجمعين فالإمام صلى الله عليه وآله مبينا يقول ولقد سمعت رنة الشيطان لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال يا علي هذا الشيطان أيس من عبادتي يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير بدأت الإمامة نعم أحسنتم أستاذنا العزيز ما هي طبيعة العلاقة ما بين الرسول وبين أمير المؤمنين عليه السلام هل يقتصر على أنه كان ابن عمه بالقرابة أم أنه زوج ابنته في المستقبل أم هناك ترابط آخر في نهج البلاغة نعم أحسنتم الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة يقول وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنْ من وقت أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكتي يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه نعم الفصيل كما تعلم أستاذ هو ابن الناقة نعم يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاختداء به فهذه علاقة الإمام صلى الله عليه برسول الله صلى الله عليه وآله علاقة مشروع علاقة بناء وجود وجود يعني أنت لما تقرأ في نهج البلاغة الكلمات خالدة الكلمات ما تقف بسنة وعشرين سنة وثلاثين سنة لها امتداد وبعد بها بعد كبير وقالت لك الإمام صلى الله عليه يقول في نهج البلاغة فإنا صناع ربنا والناس بعد صناع لنا إذا تحب تشوف الشيخ محمد عبدو أبو أزهر يشارح لنهج البلاغة يقول يعني نحن أسراء إحسان الله علينا والناس أسراء فضلنا فطبعاً أكتلازم كبير بين الأسرى المحمدية بأن الإمام صلى الله عليه والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله إضافة صارت أنه علاقة عدا علاقة النسب علاقة السبب زوج السيدة الزهراء صلى الله عليه وآبو ولدي رسول الله الحسن والحسين في نهج البلاغة يبين الإمام كذلك لما رأى الحسن والحسين أحدهما كان مسرعاً إلى الحرب قال أملكوا عني هذا الغلام لا يهدني اكسرني قتله فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين عن الموت خف عليهم لألا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الارتباط الوثيق ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين باعتبار صار مرحلة زوج ابنته وكما تعلمون بالأسباب أنه رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن له ذرية سوى سيدة الزهراء واكتمنت هذه الذرية في هذا الصلب المبارك والوعاء المبارك سيدة الزهراء عليه السلام هذا الترابط الروحي والمشروع الاستكمالي المستقبلي ليس فقط نفهم من كلامكم ليس فقط ترابط الرحم يعني أنه فقط ابن عمر رسول دين جديد وبالإضافة إلى مليء بعبادة الأوثان بالإضافة إلى انتشار الجهل والنزعات القبلية التي كانت تحيط بالجزيرة العربية كيف كانت أجواء الرسالة وهل ذكرها الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة الإمام صلوات الله عليه ذكر الجاهلية كثيراً في نهج البلاغة في نهج البلاغة نعم مثلاً قد استهوتهم الأهواء واستنزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء هكذا سيدة الزهراء صلوات الله عليها أيضاً كانت تقول في خطبتها كنتم تقتاتون أحسان أذلة خاسئين جاهلية يعني إذا ماكوا واحد ينهبوه ينهبون أخوهم وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقولهم متنخون بين حجارة خشن وحيات صم وجاء ذلك النور اللي هو نور محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وملأ الدنيا عطاءاً وفداءاً وفكراً والضغائن التي كانت في الجاهلية مسحت لكن للأسف كما تعلم أعينت الجاهلية من جد وجديد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله النزعات وحب المال وحب السلطة وحب الحكم هذا كله صار بعد النبي صلى الله عليه وآله بعد أنه تعلمون نور النبي صلى الله عليه وآله والمعارك وكل ما خاض وكل جرحة وقتلى وشهداء ومعارك وغزوات كلها كانت في سبيل الإطاحة بهذه النزعات وللأسف كثيراً أنه بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله رجعت كل هاي الأمور لأنهم ببساطة لم يلتزموا بحبل الله المتين مولانا أمير المؤمن صلى الله عليه وآله نعم أستاذ مسلم لما تقرأ في نهج البلاغة تضحيات ذلك البية الهاشمة في إطار أجواء الرسالة في هذا الجو نعم أحسنتم في جو الرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعني القائد الذي واقعاً صفن الكون شلون لم يستعمل وسائل الضغط ولا وسائل الإغراء مع قومه أضرب لك مثل الإمام صلى الله عليه وآله يقول في نهج البلاغة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف ولا أسنة هم كانوا في المقدمة طبعاً فقتل عبيدة يوم بدر من هو عبيدة؟ ابن الحارث بن عبد المطلب بالتالي ابن عمى وكان عمره سبعين سنة أستاذ مسلم عبيدة بن الحارث قاله عمره سبعين سنة على اختلاف ما نشوفه في فيلم الرسالة أحسنت أي مولان نعم أحسنت وقتل حمزة يوم أحد نعم عمى وخلي لا بأس أضيف لك في بدء الرسالة لمن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام يقول في نهج البلاغة قدم أهل بيته حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن عبد المطلب وعلى رأسهم سيدي ومولاي الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وذا تحب تشوف الشارح المعتزل يذكر قتلى بدر اللي هم أكثر من نصف المشركين اللي قتلهم الإمام صلى الله عليه أحسنتم أستاذنا العزيز أحبت المشاهدين نذهب إلى فاصل ونعود إليكم من جديد إن شاء الله حياكم الله ومشاهدين الأحبة نعود إليكم مرة أخرى بعد الفاصل وفي برنامج الإمامة في نهج البلاغة وأكرر ترحابي بالباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرواعي حياكم الله مرة أخرى حياكم الله كيف يرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نور الوحي في كتاب نهج البلاغة نعم الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة يقول أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة وفي موضع آخر يقول وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله كالصن ومن الصن الصن واضح بعد يعني في سيل يطلع من النخلة كالصن ومن يعني الإمام صلى الله عليه يقول الآن نفس رسول الله خرجت من رسول الله صلى الله عليه وآله كالصن واضح القرآن الكريم في آية المباهلة يذكر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أضيف لك فدرواية نعم النبي صلى الله عليه وآله سئله عن الصحابة فلان 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 أجابهم قالوا لما ذكرت عليه بن أبي طالب قالوا أنتو سألتوني عن الصحابة مو سألتوني عن نفسي وأنفسنا وأنفسكم فالإمام صلى الله عليه يقول كالصن ومن الصن شارح المعتزلي يقراها كالضوء من الضوء هو امتداد واحد امتداد واحد نور واحد وأنا أستفد إليك الإمام بأبي وأمي يقول فإنا صنائع ربنا فإنا فإنا أهل البيت صلى الله عليه وسلم والناس بعد صنائع لنا يعني نحن الموجبون لسعادة الناس نحن الموجبون لهداية الناس يعني لو لا نا لم يهتد الناس فنورهم واحد وسرهم واحد يعني نستفيد من هذا الكلام أنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وآله أبدا يصل الحال الإمام صلى الله عليه يقول في نهج البلاغة ولقد كان يعني النبي صلى الله عليه وآله ولقد كان يمضغ الشيء ثم يلقمني وما وجد لي كذبة في قول مو كذبة كذبة يعني واحدة الكذب يعني الكذب هو المجموع وكذبة هو واحدة الكذب الكذبة الوحدة حتى هذه لم يجدها لم يجدها وبالتالي هم نعم معروف أنهم معصومون من الخطأ ولكن لتبيان مقامه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا يبين للناس مدى التداخل والمزج ما بينه وبين رسول الله فيعطي هذا الخطاب لعامة الناس أحسنت وكثير من الكلمات في نهج البلاغة لإمام صلى الله عليه يعني يصل الحال يقول بأبي وأمي ولقد وليت غسله صلى الله عليه وآله والملائكة أعواني ملأ يهبط ملأ يعرج وما فارقت سمعي منهم هينما الهينما يعني الصوت الخفي يصلون عليه فمن ذا أحق به حيا وميتا واضح بمختصر الكلام بلا شك جناب الأستاذ هذه الملازمة وكل ما ذكرناه ما بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام لا شك أنه حدثت حوادث الملازمة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وكل اللي ذكرناه قبل قليل بلا شك أحدثت لنا الكثير من الأحداث ومن القصص ومن الروايات يا حب ذا لو تذكرنا قصة في صغره سلام الله عليه وتحديدا في الكلام في نهج البلاغة بلا شك وإذا تذكرنا قصة في هذا المضمون قريش كانت تحذر من الإمام صلى الله عليه والإمام كان صغيرا أبو جهل كان يقول يا أهل مكة إن الذبح عندكم هذا علي الذي قد جل في النظري صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين ما إلا هو مشبه في الناس قاطبة كأنه النار ترم الصخر بالحجر كونوا على حذر منه فإن له يوما سيظهره في البدو والحضر فعلا طلع لهم يوم بدر وبأحود الإمام صلى الله عليه في نهج البلاغة في حديث الشجرة يقول بأبي وأمي ولقد أتاه الملأ من قريش طبعا عبر الإمام صلى الله عليه عنهم بالملأ لأنهم يملؤون الصدور هيبة ولقد أتاه الملأ من قريش وقالوا يا محمد لقد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من أهل بيتك فإنا نسألك أمرا إن أجبتنا وأريتنا علمنا أنك نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب قال وما تسألون قالوا تدعوا لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك قال إن الله على كل شيء قدير يعني هنا أنه الملأ وكبراء القوم جو للنبي صلى الله عليه وآله كأنما يطلبون المعجزة أو يطلبون الأمر الخارق حتى يثبتون أن النبي صلى الله عليه وآله هو النبي والمرسل يثبت ادعاءه يعني نعم أحسنت هو هو كذلك نعم فالإمام صلى الله عليه بيّن شون إجا الملأ من قريش يقول أنه موجود هو يروي الحادثة هو يروي الحادثة بوجوده أحسنت هو يروي الحادثة ومنذ صغري باعتبار كانت بدايات الدعوة بدايات الدعوة يا محمد لقد ادعيت عظيمة إلى أن قالوا فإنا نسألك أمرا إن أجبتنا وآريتناه علمنا أنك نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذا ساحر كذا قال وما تسألون قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك قال إن الله على كل شيء قديم فإن أراكم الله ذلك تؤمنون وتشهدون بالحق قالوا نعم قال إني سأريكم ما تطلبون وإني لا أعلم أنكم لا تفيقون إلى خير وأن فيكم من يطرح في القليب أبار بدير ومن يحزب الأحزاب ليروي الإمام علي الحادثة قبل معركة بدأ نعم بدايات الدعوة بدايات الدعوة منذ صغر الإمام نعم فشنو صار اللي صار يقول الإمام صلى الله عليه وهو الصادق المصدق والصديق بلا شك فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله وباليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله صلى الله عليه وآله انقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي يقول الإمام فوالذي بعثه بالحق نبيا لم قلعت بعروقها ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير مرفرفة حتى ألقت بغصنها الأعلى على النبي صلى الله عليه وآله وببعض أخصانها على منكبي ولقد كنت عن يمينه صلى الله عليه وآله فلما نظرت قريش إلى ذلك قالوا عتوا واستكبارا يا محمد فأمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها بعد هذا حدث كلش عظيم بحيث أنه أمام الناس ويخاطب شجرة والشجرة تنقلع بجذورها وعروقها وتجي بعد ذلك استمر الإجحاد أحسنت استمر الإجحاد نعم نعم فشنو صار بعدها بعد ذلك يقول قالوا لا خلي يجيك نصفها ويبقى نصفها يقول فأمرها فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا يعني لو نتخيل المنظر شجرة بأكملها نعم انقسمت نصفين نصف بقي معلق في الأرض والنصف الثاني أقبل نعم بهذه الصورة بهذه الصورة كما وردت هذه الكلمات في أواخر الخطبة القاصعة اللي رقمها 192 في نهج البلاء نعم هي القاصعة كاسمها هي صدق قاصعة نعم فالإمام بأبي وأمي يقول فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله فلما نظرت قريش إلى ذلك ثالث مرة قالوا عتوا وكفر يا محمد فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه وعمره فرجع فقلت أنا لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بإذن الله تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك وقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك إلا مثل هذا الإمام يقول يعنوني وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومتنا يعني لو نرى أنهم حتى الأنبياء والرسل الباقين لما كان يطلب من عندهم المعجزة ويأتون بالمعجزة يعني استيقنتها أنفسهم وجحدتها قلوبهم فتشوف أنه القوم يرى المعجزة بعينه الخارق للطبيعة الفعل الخارق للطبيعة بعينه مع ذلك سبحان الله ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون وبهذا المنظر المريب وحتى أنه أمير المؤمنين يصفه كما ذكرتم أنه تأتي بدويها وهذا العظيم والجلال وتقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله تعلمون أنه هذه حديث الشجرة كأنما موجودة في كتب أخرى غير نهج البلاغة كمذكورة في معجزات النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر يعني نعم أحسنتم كثيرا جناب الأستاذ الباحث في كتاب نهج البلاغة الأستاذ هاني الرويعي مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد نراكم أيها الأحبة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر